أصحاب المعالي والسعادة وزراء التعليم العالي والبحث العلمي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في البداية أرحب بكم في الاجتماع العشرين وأنقل لكم تحيات سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل الهيان رئيس الدولة حفظه الله وتمنياته لاجتماعكم إن شاء الله بالتوفيق في البداية وقبل أن نبدأ كلمتي أتقدم بالنيابة عن لجنتكم المقرة بخلف العزاء والمواساة إلى دولة الكويت الشقيقة قيادة وشعبا وحكومة بوفاة الشيخ صباح الأحمد جابر الصباح سالين المولى عز وجل أن يتغمض الفقيد أمير الإنسانية بواسع رحمته وأن يلهمنا وإياهم الصبر والسلوان ونتمنى لصحب السمو أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد جابر الصباح السداد والتوفيق في مهمته لما فيه خدمة وصالح الكويت الشقيق والأمتين العربية والإسلامية الأخوة والأخوات جدول أعمالنا اليوم به العديد من الرؤى والقضايا المحورية التي تتصل بملف التعليم العالي وتأتي في إطار التكامل والارتقاء بمسيرة العمل التعليمي الخليجي المشترك تحقيقا لطموحات وتطلعات أصحاب السمو قادة دول مجلس التعاون وشعوبها في استدامة التعليم وتكريس إن شاء الله أفضل الممارسات الحديثة ضمن أنظمتنا التعليمية نحن اليوم أخواني في أحوج ما نكون إلى تزيز التنسيق والعمل المشترك وتبادل الخبرات في ظل جائحة كفت 19 وتأثيرها المباشر في أنظمة التعليم ولتجاوز تداعيات هذا الواقع الصحي الطارع يتعين علينا توثيق أفضل الأطر الداعمة والبدأ من النقطة التي انتهينا عندها وتحديدا من عند البيان الختامي وإعلان الرياض للدورة الأربعين للمجلس الأعلى بدول مجلس التعاون الخليجي ومتابعة قرارات الاجتماع التاثع عشر لجنة وزراء التعليم العالي والبحث العلمي في مجلس التعاون الخليجي واستعراض جهود المجلس في مجال التعليم العالي ضمن هذا الواقع المستجد فضلا عن القرارات والأليات والمرئيات الخاصة في ضمان جودة التعليم والتجارب الرائدة لدول مجلس في هذا الجانب في دولة الإمارات قمنا بخطوات واسعة في مجال النهوض لقطاع التعليم العالي واتكزت رؤيتها المستقبلية على الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي عشرين ثلاثين والتي اطلقتها وزارة طربي التعليم في ستمبر عشرين سبعة عشر وكان ذلك ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات وهذه الاستراتيجية تؤكد على أهمية تزويد الطلبة بالمهارات الفنية والعلمية لدفع عجلة الاقتصاد في القطاعين الخاص والحكومي وتخريج أجيال من المختصين والمحترفين في القطاعات الحيوية في الدولة ليكونوا ركيزة أساسية في بناء اقتصاد معرفي إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر